الموسم و أنت أخبارك مضروبة مرّة يا أخي شف يعني أنا ما أدريش أقول لك يا علي يعني أنت لازم تجيب لنا أخبار الجماهير يتكلموني و رسلوني الأخبار حقتكم حقت علي مرّة بيض بيض مرّة والله جب بما أنك قمت تنتقدني أنا بعده بنتقدك طرال الموسم اللي راح كنت تجيب لنا ضيوف وهذا اللي أكثر شي مضيقني و مخليني يعني أحس ودي أقدم برنامج أحس ودي أقدم برنامج تجيب لي ضيوف والله ما عاد تحس تحس أحس مو بصدق أحس يعني لا لا ولا تحس حتى الإحساس هذا شي لهم من راسك هل هذول الضيوف مصدقائك مو مصدقائي هذا مين تجيبهم يا أخي ضيوف غريبين هذه الأخبار والأخبار أنت لاجم تعرف الأخبار لاجم تجي من المصادر موثوقة مصادر نوع لاجم تقول فعالة بس تجيب يا أخي ضيوف صح ناس قد طلعوا على التلزيون يعرفون أن يتكلمهم مو بتجيب لي واحد بنص اللقاء وهنايم يا أخي يا أخي يا أخي الله يرحم مالديك يا أخي لازم تعرف لازم تعرف من اللي نجيبهم ضيوف هذه اللي ما تعوب عليهم خلاص بإذن الله السلبيات هذه بنحلها في هذا الموسم تمام يلا اتفاقنا طيب أنا أسألك الحيم مع بداية السنة الجديدة عندك حطيت قائمة في الأهداف تبتحققها شيء كذا أهداف و أقوال و بلانتيات عندي أهداف عندك أهداف طيب تدري أنه أهدافك هذه كلها خربيط ليش؟ لأنه لأنه الدراسة بالخبر اللي أنا عندي تقول أنه ثمانين بالمئة من القرارات اللي اتخذها الأفراد في العام الجديد تفشل بحلول شهر فبراير يعني قدامك شهر واحد شهر يناير و أنت متحمس عندي أهداف عندي أهداف أول ما يبدأ شهر اثنين تبدأ على شوي شوي على شوي شوي تبدأ تسحب على هذه الهداف أبسوي الرجيم تبدأ من شهر يناير أو فبراير و أنت تضرب بالمفاطيح تمام؟ أسباب الفشل هذه ترجع لغياب الخطوات القابلة للتنفيذ يعني أكثر الناس يحط له هذه الأهداف ما يحط خطوات يقول أنا أبسوي كذا طيب و شلون بتسوي كذا يا طويل العمر؟ ما أدري أنا أبسوي كذا و خلاص لا يناقشني هذا هو سبب الخطأ لازم إذا حطيت عندك هدف لازم تضع خطة لكل هدف و شنا أنا أبسوي كذا و جدول كامل تمشي عليه طول السنة في دراسة لأستاذ علوم الإدارة في جامعة ميامي الأمريكية الدكتور سوات داست أكد وجود نوعين من الأهداف التي تعمل على زيادة التركيز و الإنتاجية و الوعي الذاتي و بحسب داست تختص الأهداف الذكية بتلك المحددة و القابلة للقياس و التنفيذ مع مراعاة أن تكون واقعية و تحديد إطار زمني لتنفيذها أما النوع الثاني من الأهداف فهي الأهداف السريعة أي التي تم مناقشتها بشكل متكرر و تتسم بكونها طموحة و متخصصة فشدد داست على أهمية مسألة التعلم أولا يليها الأداء في رحلة تحقيق الأهداف يعني لازم تحط لك خطوات لكل هدف تسوي يا برجيك عرفت؟ فهمت الكلام؟ أنا داست هذي قطوة؟ داست على منه؟ داست على شنو داست الآن أنا قاعد أعلمك كيف تحقق أهدافك في السنة الجديدة؟ أنت جاوز من الساعة تقول داست داست شنو لي داست؟ ليس داست يا أخي الرجال الذين يفعل هذه الدراسة الأستاذ داست اسمه سكوت؟ داست الأستاذ هذا داست شنو؟ داست شنو؟ شنو مخبي؟ يعني عندنا مخبي داست؟ 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 أبو رجيكا أنا متأكد أن هناك واحد من الأهداف التي تضعها لم تضعها بالقائمة شنو؟ لأنك تدرس إنجليزي لازم تضع هدف أنك تدرس إنجليزي لكي تعرف أنا وش قاعد أقول لي أنا صغير أجيب أخبار أعلى من مستوى صح 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 أخبارك فيها داس وما داس ودس وداس وداسة دس داسة يدس ودسا تقلبت لغة عربية لا لا على صراحة أنا خبرك جميل هذا ولكن ليس مقتنع منه إسمعني لماذا تضقته؟ يعني أنا الهداف رسمها والأهداف موجودة والأهداف لا تتغير الحمد لله بعض الأهداف سجلت بعض الأهداف صدقني صدقني أن ثلثين الأهداف التي أتكاتبها الحين مرحلها من السنة التي ستجيبها للسنة هذه ما حققتها من السنة التي ستجبها مني؟